الواحد الصراحة ابتدى يحب الحاليات اللي بيطلع لابس فيها تشيرت الأرسنال بيحس ببهجة كده وبفرح في مباراة صنفها البعض هي أحد أهم من مباريات هذا الموسم خاصة لي جماهير الأرسنال طبعا فيه أعمط شات تانية مهمة ولكن مباراة ليفربول بالتحديد لها كده ايه طابع خاص ولكن كانت تمني جماهير الأرسنال نفسها أن هي تفوز بهذا اللقاء خاصة مع فوز السيتي في مباراته هذا الأسبوع وتصدره المؤقت لترتيب الجوري الإنجليزي ولها جماهير الأرسنال ما أرادت وفازت وحققت ثلاث نقاط غلي على ملعبها ووسط جمهورها وكانت النحة التانية جماهير ليفربول تمني نفسها هي الأخرى أن هي تبقى بداية استفاقة وبداية رونق وبداية عودة وروح للفريق مرة تانية من خلال بوابة الأرسنال في مباراة مهمة جدا ولكن لم 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 تمني جماهير ليفربول نفسها بانتصار ولكن خسرت خسارة جديدة وأخرى علشان يستمر المسلسل السيء لنادي ليفربول هذا الموسم فأحضر مشروب الكابوتشينو واربط الأحزمة لأنك الآن تحلقه في سماء الركن الإنجليزي خلينا يعني نتكلم كده درداشة عامة زي احنا متعودين في الفيديوهات اللي بعد الماتشات دي بتبقى كده من غير منتاج ومنطلع نسترسل في الكلام خليني الأول نتكلم على الأرسنال وبعد كده نروح ليفربول نادي الأرسنال دخل المباراة دي بشكل قوي جدا بتشكيلة ما كانتش غريبة للناس ما كانتش يعني فيها مفاجآت كبيرة المفاجآة بس كانت الوحيدة هو نزول تومايوسو في الباك الشمال وده كان بسبب إصابة زينشينكو وعدم نوعا ما هنقول جاهزية تيرني فظهرت ومايوسو كباك شمال ولكن الباقي كله المعتاد جابريال سليبة بن وايت تشاكا بارتي أوديجارد ساكا جابريال جيزوز ومارتينيلي لو هنتكلم على شكل الأرسنال في الشوت الأولاني بالتحديد عجبني جدا ظهور الفريق وشكله والتيمة اللي بيلعب بيها الفريق من بداية الموسم وخاصة الجزئية دي ممكن اتكلمت فيها ووضحتها في أكتر من مرة سواء هنا أو في حلقات رزع الجمهور أو في كلام حتى مع ماروانوي الشباب في حلقاتنا على فكرة هو سرعة استرجاع الكورة سرعة الضغط العالي سرعة الافتكاك الكورة زي ما بيقوله دي ما كانتش بتبقى موجودة خالص مع جماهير مع كرة الأرسنال ولكن ابتديت اشوفها وبقوة هذا الموسم وعجبني جدا ظهورها وعجبني بيها الشكل اللي ظهر به الفريق عجبني جدا فعالية وتطور تطور وحط تحتها مئة ألف خط مارتينيلي مارتينيلي من بداية الموسم ظهر بشكل كويس جدا عمري منسى يوسف عثمان لما كنا بنعمل تشكيلات الفانتسي في البداية وسألته قال لي عليكو على مارتينيلي كنت مستغرب طب ليه مارتينيلي طب مش عارف ايه ولكن لما مشيت ورا يوسف وبتديت اتابع مارتينيلي بقى من ناحية كروية وان انت تشوف اللعب بيلعب ازاي وكل الكلام ده كله تكتشف انه لا مارتينيلي في تطور مارتينيلي في تحسن ومارتينيلي عنصر وورقة رابحة جدا في تشكيلة ميكيل أرتيت اتكلمت برضو في بعض الحق وده شفته ده تشوف كويس جدا في الجنل الأولاني والتحرك الرائع من خلف المساحات المهولة لترينتا ليكزاندر أرنولد وسجل الهدف باسلوب محترم جدا وبيفنش رايق زي ما بيقول لو هتتكلم تاني على عدد من اللعيبة اللي محتاجة انك تسلط عليها الدوق في المواجهة دي عندك ساكا ساكا بالتحديد انا مازلت وبشوف ان ساكا مش من اللعيبة الكبار او مش من اللعيبة الخطرة قوي بالنسبة لي ولكنه في المباراة دي قدم اداء ممتاز واداء يحسب له انه فعلا كان مصدر خطورة في الناحية بتاعة سيميكاس فساكا ظهوره في المباراة دي تسجيله للهدف التاني وتسجيله للهدف التالت من ركلة جزاء تدي له العلامة الكاملة فيه المباراة دي تحركاته كانت ممتازة اه بيفتقد شوية لفكرة الواحد على واحد بيفتقد شوية لما بيتلم عليه كذا حد معرفش يتصرف ولكنه في المباراة دي اجاد وحق العلامة الكاملة ويجب ان انت في الجزئية دي تدي له حقه مارتين اوديجرد بالنسبة لي هو احد اهم لعيبة الارسنال للموسم ده رجل بيتحرك بدون كورة وبكورة شواف بيشوف ازاي المساحات وده يبين جدا فيه الاسست اللي اتعمل فيه الهدف الاول وعديد من الكرات اللي كانت فيه المباراة ده بالاضافة الى جابريا الخصوص وتحركاته ومشاكساته جابريا الخصوص مش موجود حياسست مش بياسست بيشاكس وهو ده تاني اللي لطولك قبل كده في حلقتين فاته ولكن بكرره تاني واقولك هو فكرة ان انت يكون عندك مهاجم من الكلاس ايه يكون مشاكس ومناغش ويبقى مهم للفريق بالنسبة لي احد اهم العناصر برضو الموجودة في الارسنال كانت فيه المباراة دي هو توماس بارتي توماس بارتي اللي لما نادي الارسنال بيفتقده بيفتقد بصلة مهمة جدا في خط النص بجانب تشاكا اللي الموسم ده يقدم احد افضل اهم نسخه من ساعة منضمة للارسنال ولكن بارتي بالتحديد هو فعلا عنصر فعال جدا في افتكاك الكورة عنصر جدا فعال في التحول من الدفاع للهجوم عنصر مهم جدا وفعال في بصلة خط النص للفرق الدفاع ما عنديش كلام عليه غير ان هو الدفاع نادي الارسنال عنده شوات مشاكل بمعنى عنده مشاكل جدا من العمق من قلبين الدفاع وده ظهر بشكل واضح على جابريل جابريل اللي ارتكب كارسة وان جماهير الارسنال هتفوت الليلة وهتعدي الليلة لان هي في الاخر حققت المطلوب وكسبت وكسبت التلاتة بنت ونايمة متصدرة بس خلي بالك ان اخطاء زي دي لما هتحصل في توقيتات حاسمة من الموسم ممكن تكلفك خسارة تلات نقاط التلات نقاط دي كانت ممكن تخليك في التشامبينز ليج ممكن تخليك مركز تاني ممكن تكسبك دوري ساعتها بتبقى بتجزر ولكن جابريل هو عنده اخطاء كبيرة جدا وعنده مشاكل كبيرة جدا سواء في الجون التاني او في الجون الاولاني او في الجون التاني اللي سجله فيرمينو وسليبة برضو كان عنده خطأ في الجون التاني ولكن جابريل بيغلط سليبة بيحاول يلحق ولكن في مشكلة قوية جدا 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 من ناحية جابريل وبالتالي هنا انت بتطرح على نفسك تساؤل مهم ماذا يحتاج نادي الأرسنل في الانتقلات الشتوية اللي جاية انا شايف على طول انت محتاج تدعيم في قلب الدفاع ومحتاج لعيبة تكون موجودة معاك على الاقل لعبين في الدفاع لعب في خط النص مثلا علشان المنافسة طويلة السباق على المنافسة هيبقى طويل طبعا نهيك نهاية عن رامس ديل اللي حسته في بعض الأوقات من المباراة كان دماغه هابة حبتين كده وبيستعرض ولكنه في الآخر مشت الأمور في الترئيس اللي عمله الدارون والكلام ده كل الحاجات دي اه بتديك ثقة بتديك انك دافع انه انا موجود انا احسن فرقة في الدوري لحد دلوقتي انا المتصدر كسبان تمن مطشاط من أصل تسعة فبالتالي الفرقة شكلها كويس ولكن في بعض الرفايع اللي محتاجة تتزبط وانا اعتقد ان ارتتا بيلعب على ده ونجاح ارتتا هذا الموسم يقولك قديه هو مدرب كبير لما تصبر عليه وتديله فرسته الكاملة عشان كده الادارة لعبت صح ان هي صبرت على هذا الرجل وبالتالي بتشوف النجاحات حتى هذه اللحظة لأول مرة انا بشوف ارسنال يكسب توتنهام يخلص توتنهام يخش على ليفربول عامل ما كانش بيبقى موجود قبل كده فكرة ان انت تكسب ماتشين كبار ورا بعد بالتقل ده حتى لما خسرت ماتش يونايتد رجعت وكسبت الماتش اللي بعدين على طول مش متسكر كمين ساعتها بس رجع الارسنال وكسب على طول الماتش الوحيد اللي خسره الارسنال هذا الموسم حتى هذه اللحظة هو ماتش منشستر يونايتد على رغم انه كان قوي جدا فيه لو بصيت على الشوت الاولاني وبصيت على الشوت التاني هتلاقي ان نادي الارسنال في الشوت الاولاني فقد الاستحواز كاملا ولكنه في الشوت التاني افقد ليفربول الاستحواز واستحق في النهاية الفوس بهذا اللقاء لو هنروح ليه الشق التاني وهو ليفربول ليفربول مشاكل ومشاكل وليفربول حواديت وحواديت وليفربول عنده بلاوي الدنيا والاخرى وظهرت من الديئة الاولى لك انت تخيل ان انت بتلعب مع ارسنال بهذه النسخة ولكن انت تعترف ان نسخة ارسنال للموسم ده مختلفة تماما فانت بتلعب مع ارسنال النسخة دي بالشكل ده بالاسلوب ده في اول ديئة بتلبس جون دي مشكلة كبيرة جدا ولو نادي الارسنال كان استغلل الاهتزاز اللي حصل لليفربول في اول عشر دايق ربع ساعة كان ممكن الواحد دول يبقوا اثنين او يبقوا ثلاثة ولكن ليفربول ايه ارسنال ايه جابت جون ما صدقش والدنيا مشت فلا طب نهدي الريت مشوية ليفربول لو يعني اتفاجئ بفرقة زي الستي ما بترحمش كان ممكن اول ربع ساعة دي كانت تبقى مشكلة كبيرة ولكن ليفربول عنده مشاكل في كل الخطوط وحبت تحتيها مية الف خط مشاكل الدفاع من بداية من ارنولد لفندايك لماتيب لتسيميكاس للي حتى نجل بودلا جومز كوناتي مشاكل دفاعية جمى وبالاخص ارنولد ارنولد يا جماعة اللي لو مين بيلعب على ظهره الموسم ده انا بشوف احد اسوأ النسخ اللي بشوفها الارنولد من ساعة ما شفت ليفربول وشفت ارنولد ما كانتش الدنيا سيئة كده لكن السنة دي لا الوضع سيء تماما مع ارنولد بشوف ارنولد في بعض الكرات على جوة 18 لفريق الخصم طب انت بتعمل ايه؟ يعني انت فهمني كده الاستراتيجية اللي بتعملها ايه؟ ده رقم واحد طيب رقم اتنين هو خط النص خط النص يورجن كلوب بدأ بتياجو الكنتارة وهندرسون وتياجو الكنتارة وهندرسون انا بالنسبة لي اه تياجو الكنتارة مهم ولكن الاتنين مش حاسسهم رقمين على بعض يورجن كلوب اعتمد على فكرة الاربعة اتنين تلاتة واحد علشان نجحت قدام رينجرز فيه ولكن انا عندي بس علامة استفهام اه طبعا هي الخطة نجحت انا مع ان انت تبتدي بيها بس انا عندي علامة استفهام وهو انه انت لما جيت كسبت رينجرز انت كسبت رينجرز بكورتين ثابتتين شال امور تبقى واضحة ضرب الجزاء وفاول ليفربول عنده مشاكل جوهرية تماما خط النص مفتقد انت طالما اي فرقة بتفقد منها البصلة ده هتخط النص خلاص انت كده ركبت الفرقة دي خط الهجوم صلاح تميوسو حطه في جيبه داروين نونز مزهرش بعد الجون اللي جابه لويز دياز خرج مصاب دي جوجوتا انا بالنسبالي يعني شبه مختفي في الجون معادة الجون اللي عمله والاسيستر اللي عمله اللي فرمينو فرمينو نزل حرك الدنيا شوية ولكن في مشكلة كبيرة عند ليفربول ومشكلة اكبر عند يورجن كلوب هو انت لازم بقى تعترف وتفكك من النغمة بتاعة اصل انا مبسوط بالفرقة والفرقة مش عارف ايه والفرقة كذا والفرقة انا تمام ولا انت لازم تبقى مدرك انه الفرقة دلوقتي في مرحلة مهمة جدا وانا اعتقد ان دي كانت رؤية ادارة ليفربول لما جدت جددت مع يورجن كلوب تجديد تاني انه احنا عايزين نعمل مرحلة احلال وتجديد لانه هيجي وقت هيجي وقت وهتخش في مرحلة ما بعد يورجن كلوب ودي مرحلة في غاية الاهمية هتخش على مرحلة ما بعد يورجن كلوب فاعتقد الادارة لما جددت مع يورجن كلوب كان هدفها ان انا عمل احلال وتجديد وافرش الفرشة وحط الاساس بتاع يورجن كلوب عشان اللي يجي بعديه هو اللي يكمل وبالتالي ده انا حاسه ان ليفربول مفتقد وتماما وان التجديد جاي على شونة زي ما بيقولوا وان ما فيش اي نتيجة لده في ارض الملعب ليفربول انت بعد تسع جوالات ليفربول في المركز العاشر بفارق اربعتاشر نقطة عن نادي الارسنال متصدر جدول الترتيب دي ما حصلتش ما حصلتش انت بتتكلم فعبس كوروي بيحصل داخل ليفربول بعض الجماهير بتنتقد محمد صلاح وانا بنتقد محمد صلاح وطبيعي انك تنتقده وطبيعي انك بتنتقد دائما النجم الاول للفريق ولكن خلينا نكون محقين للحق محمد صلاح يقدم احد افضل نسخه هذا الموسم قطعا على الاطلاق انه مش موجود لكن هل ده معناه ان انا حمل الدفة كلها لمحمد صلاح لافرقة كلها مش موجودة انت مش بتلعب لعبة فردية مش بتلعب جمباز مش بتلعب كريكت مش بتلعب تنس طولة مش بتلعب حق انت بتلعب لعبة جماعية محمد صلاح مش موجود لويز يز مش موجود جوتة مش موجود نونيز مش موجود تيجو ألكنترا أبيض هندرسون على البيض خط الدفاع كله في مشاكل فرفلقة كلها فيها مشاكل فما ينفعش آجي أحمل الموضوع بس لمحمد صلاح وأقول أصل صلاح وأصل وأصل النهاردة توما يوسو حط صلاح في جيبه حط صلاح في جيبه تبص على تعبير وشه والبادي لانجوش بتاعت صلاحه وهو خارج في دقيقة حاجة وستين أعتقد مش متسكر التغيير كان في دقيقة كان بالزبط تفهم أن صلاح خارج مخنوق لأنه في حاجة غلط في حاجة غلط جوه منظومة ليفربول ولكن عندك فرصة عندك فرصة في الانتقالات الشتوية اللي جاية انت في انتقالات السيف جيبتوا حيث زي أرثر ميلو من يوفينتوس مش مستفيد حلام منه بربع جنيه الراجل انت هتصرف عليه علاج لمدة ثلاث شهور ده كده استفتح كلام ولكن لو جت بصيت على معدل الأعمار لليفربول أنت بتتكلم على ناس كتيرة جدا معديها الثلاثين بتتكلم على فيرمينيو الثلاثين ومعدي الثلاثين بتتكلم على صلاح بتتكلم على هندرسون بتتكلم على تياجو ألكنتارا بتتكلم على فيرجل فاندايك فبتتكلم على قوام رئيسي في الفرقه معدي الثلاثين انت محتاج تعمله إحلاله وتجديد واحدة واحدة لما ابتدينا الشرط التاني شفت تصريح يورجن كلوب أو بعض الكلام اللي تصرب بعد المباراة قالك أن أصابت لويس دياز وأرنولد ليست بالسهلة فهو واضح أن الإصابة قد تكون قوية وممكن تبعدهم عن مباريات مهمة هذا ألموس بس يحمد ربنا أن أنت عندك كاس عالم بس خلي بالك أن أنت عندك توقف شهر لكاس العالم يجب أنك تستغله لاستغلال الأمثل وتبص على العيبة اللي ممكن تظهر لك في كاس العالم فتجيبها وتبص على الانتقلات الشتوية اللي لازم تستغلها استغلال قوي جدا وأمثل جدا لأن أنت كده بتعاني تا ما عندكش حد يقوم بأدوار خط النص متاكل منك الدفاع بسيء تماما يورجن كلوب الفرقة مش عارفة تدور كورة كنت دايما بشوف نادي ليفربول هو اللي بيضغط اللي قدامه أول مرة النهاردة أشوف ليفربول هو الفريق اللي مضغوط ومن الأرسنل ما كانتش بتحصل قبل كده ولكن الوضع فيه منتهى الخطورة ولو سألت كل جميعين ليفربول هتقول لك آه إحنا كده بنعاني وكده يعني مش عايز أقول هو شبه رسمي ولكن بنسبة 80% الدوري برا ليفربول ليفربول هيجاهد وأنا بقولها لك الموضوع هيبقى صعب جدا هيجاهد على المراكز المؤهلة للشامبينز ليج ولو رحق رابع يبقى خير وبركة وحط تحتها من 100 ألف خط لو رحق رابع يبقى خير وبركة بالوضع الحالي بالوضع الحالي ممكن تيجي قدام تقول لي ايه ما هو لحق اهو ما قصة مش عارف ايه أنا بقول بالوضع الحالي ممكن قدام الوضع يختلف الوضع يحصل فيه أمور أمور الشق الأخير واللي عايز أتكلم عليه لأنه بقى ظاهر بشكل قوي جدا التحكيم ليفربول ليها ضرب الجزاء خلينا نعترف في الشوت الأولاني هيطلع بعض المحنكين اللي فاهمين قانون لمسة اليد واللي أنا فهمته بالمناسبة أنه لو لمسة يد على المهاجم في أي وضعية فهي هند بول لكن على المدافع فهي تقديرية للحكم وروح القانون وشك ايه الكلام الحموسي دا كله ولكن ليفربول ليه ضرب الجزاء أرسنال ليه طرد نتيجة التدخل اللي عمله تسيميكاس على جابريال جيزوز فتسيميكاس يستحق يضطرد لا ده طرد ولا دول خدوا ضربة الجزاء ضربة الجزاء مستحقة ليه نادي الأرسنال بسبب التدخل على جابريال خصوص منتياجو ألكنتارا ولكن التحكيم مش هقول أنه هو لعب دور في خسارة ليفربول لأن أنا ما بحملش دايما الأخطاء على التحكيم ولكن التحكيم في مشاكل سواء بعد التحكيم الإنجليزي التحكيم الأسباني ومع وجود الفار ومع وجود القوانين الجديدة بتاعت الهند بول الدنيا دي محتاجة تتزبط لأن التحكيم كده رايح في دهيا لما أنت عامل الفار طب أنت عامل الفار ليه عشان تديني حقي طب تديني حقي أنت رجعت للفار أعتقد أعتقد هو سمع الفار قالوله أنه لا عادي مش مقصودة وبتاعها لكورة جابريال ولكنها ضرب الجزاء ولكن هل ده معناه أن الأخطاء التحكيمية دي هي اللي أصرت على نتيجة المباراة أقولك لا لأن ليفربول حتى لو كان سجل ضربة الجزاء أكد ممكن تغير في النتيجة ولكن أنا دايما بحطي شمعة التحكيم دي آخر حاجة ألعب حلو وأعمل اللي علي وأدي دوري ساعتها أشوف قصة التحكيم فده كان الكلام على مباراة القرنة المهمة في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع بين نادي الأرسنال الذي استطاع ألفوز على نادي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل أدفين فطالما وصلت للجزائية دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصل لك كل الحلقات اللي بتنزل أو الباول على طول إذن أية تحياتي عمر خالد من الركن الإنجليزي الممتاز دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته